ما أود التأكيد عليه هو أن الحكومة الصينية تولي أهمية كبيرة لسلامة وفعالية اللقاح هناك عدد من اللقاحات في الصين خضعت للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية في العديد من البلدان ويسير ذلك بسلاسة وافقت الحكومة الصينية على الاستخدام الطارئ للقاحات في البلاد ولا يوجد أي ردود فعل سلبية خطيرة حتى الآن وتظهر بيانات التجارب السريرية حتى الآن مبدئيا أن اللقاح الصيني يتمتع بسلامة وفعالية جيدة وقال جولي جيان إن الدول العديدة بما فيها الإمارات والبحرين سمحت رسميا باستخدام لقاحا الذي تورده الشركة الوطنية الصينية للأدوية سينوفارم وقدمتها البشراء وأظهرت دراسة الموصوقة ذات سلة أن اللقاحات المتاورة في الصين يمكن تخزينها والنقلها بمساعدة نظام سلسلة التبريد الحالي ولن يكون هناك زيادة في تكاليف النقل وستكون أكثر شيوعا التزمت الصين دائما التزاما راسخا بأنه بعد اكتمال عمل تطوير اللقاح واستخدامه سيتم استخدامه كمنتج عام عالمي وتوفيره للعالم بسعر عادل ومعقول مما يقدم مساهمة الصين في تحقيق توافر اللقاح والقدر على تحمل تكاليفه في البلدان النامية سنمنح الأولوية أيضا في توفير اللقاح في البلدان النامية بطرق متنوعة بما في ذلك التبرعات والمساعدة غير المدفوعة فيما يتعلق بالتعاون الدولي في مجال اللقاح يجب على المجتمع الدولي أن يلتزم بمفهوم الفوز المشترك ويتخلى عن التفكير صفري النتيجة ويعارض الممارسات التي تضر بالآخرين من أجل تحقيق المصلحة الذاتية وتخزين اللقاحات لرفع أسعارها وممارسة احتكار السوق وخاصة قومية اللقاح ترجمة نانسي قنقر